موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجاز إخباري من قناة المرابطون أهلا بكم قال وزير الداخلية والمركزية الموريتاني محمد المحمد رارا إن الحديث عن وجود تعذيب في السجون الموريتانية لا يعد دعاية كذبة وأشهد المحمد رارا في رده على سؤال تقدمت به النائب البرلماني عن حزب تواصل زينبو بن تتقي أن البلد يعرف استقرارا بفعل الجهود المبذولة على مستوى الأمن وحماية المواطن ناحية أخرى قالت النائب البرلماني عن حزب تجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل زينبو بن تتقي إن العاصمة نوكشود أضحت تعيش انهيارا أمنيا يشبه ما أسمته جريمة منظمة وأضافت بن تتقي في مساءلة لوزير الداخلية محمد المحمد رارا أن ما أسمتها العلاقات المشبوهة لبعض المجرمين ببعض عناصر الشرطة قد تكون وراء بعض جوانب الانهيار الأمني في العاصمة وفق تعبيرها صادق مجلس الشيوخ الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها يوم أمس على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما باتفاق موقع بين موريتانيا وكتابة المعهد الدولي للتعاون الحكومي للبحث العلمي والمنظمة الدولية للإصلاح الاستعجالي فيما يتعلق المشروع الثاني باتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي موقعة من طرف الحكومة الموريتانية في السادس من نوفمبر 2012 خلدت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرانة الإدارة في موريتانيا ذكرى اليوم العالمي للوظيفة العمومية الذي يحل في الثالث والعشرين من شهر يونيو كل عام وقال وزير الوظيفة العمومية سيدنا علي المحمد خونة إن الحكومة الموريتانية كرست إصلاحات عديدة تخدم الموظفة الموريتانية وتحسن من وضعه قال الأمين العم لوزارة المالية الموريتانية محمد أحمد عيدة إن موريتانيا تعاني من أذار سلبية ناتجة عن التغيرات المناخية وأضاف أحمد عيدة خلال ملتقا بنواكشود للمصادقة على دراسة تتعلق بمراجعة النفقات العمومية في مجال التغيرات المناخية أضاف أن موريتانيا رسمت بعض الخطط للتكيف مع هذه التغيرات وما قد ينجم عنها من تأثير سلبي اختتمت بالعاصمة نواكشود دورة تكوين نظمتها المجموعة الحضرية لصالح أكثر من 200 طالب محضري من مختلف بلديات العاصمة التسع التكوين ركز بالأساس على مجال المعلوماتية حيث تلقى المشاركون معلومات أولية حول طرق استخدام الحاسوب يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا المجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامجي القناة تعبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهراتية على الشاشة الرابع مجزون إخباري بحول الله إلى ذلكم والحين دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر